أهلا بكم مشاهدين إلى النقاش المغاربي موعدكم الأسبوعي الذي نعود فيه على أبرز قضايا شغلات الرأي العامة خلال الأسبوع في المنطقة وأبدأ أولا بالترحيل بضيوفي أولا سيد يونس مجاهد الصحفي وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب سيد يونس مجاهد أهلا بك معي أيضا في الستوديو سيد سيد أحمد سالم الناشط السياسي الموريتاني سيد أحمد سالم أهلا بك وأخيرا وليس آخرا أرحب سيد عماد الدين الحمروني المستشار والخبير في الجغرافية السياسية في باريس سيد عماد الدين مرحبا بك مرحبا بك نبدأ نقاشا هذه الليلة من موريتانيا وتحت عنوان المسألة العرقية التمييز وخطوط حمر أخرى قمع الحقوقيين في موريتانيا رسمت منظمة Human Rights Watch في تقرير لها أصدرته يوم الاثنين الماضي رسمت تقريرا وصورة قاتمة عن المشهد الحقوقي وتعامل السلطات معه في موريتانيا المنظمة استشهدت بعدد من الأمثلة قالت إنها مثيرة للقلق على غرار قضية الزندقة ضد المدون محمد الشيخ والدمختير الذي واجه عقوبة الإعدام وحالتي عبدالله سالك وموسى بلال برام الناشطين في حركة إيرا المناهضة للرقة والذين يقضيان عامين في سجن ناء بعد محاكمة قالت المنظمة إنها غير عادلة تقرير رد عليه الناطق باسم الحكومة في موريتانيا بالقول إن هناك علامات استفهام كثيرة على عمل منظمة Human Rights Watch في بلاده إن عملها يفتقد للنزاهة والموضوعية والمهنية أضف إلى ذلك اعتراف لا يستهان به لرئيس بعثة منظمة Human Rights Watch في موريتانيا إيريك جولدشتاين والذي قال في تصريحات صحفية إن المنظمة تتلقى تمويلا من رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو فهل هناك فعلا تحامل من قبل المنظمة الحقوقية على موريتانيا أم أنها لا ترصد سوى واقع حقوقي مرير سيد أحمد سالم أبدأ معك أولا هل تتفق مع ما جاء في هذا التقرير لمنظمة Human Rights Watch هي رسمت في الواقع صورة قاتمة لما يعيشه الحقوقي شكرا جزيلا على الاستضافة الحقيقة التقرير لم يأتي بجديد كل ما جاء في التقرير هي أشياء معروفة في موريتانيا موريتانيا وصلت إلى وضع مزري فيما يخص حقوق الإنسان والمعاملات التي تتعامل بها الدولة مع الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان وبالتالي كل أمور التي وردت في التقرير هي أمور حقيقية حينما تطالب المنظمة بإلقاء وعدم إيكالة تراخيص الوزارة الداخلية فإن هذا حقيقي حينما تكون وزارة الداخلية التي تتحكم في الترخيص لهذه المنظمات تتنزع منها الترخيص حين تشاء وتعطيه لها إذا كان في صالحها حينما تطالب المنظمة بإلقاء القانون الصادر 1993 لكن المنظمة بذاتها قالت بأنها لم تلقى أي صعوبات ولا عقبات عندما قامت بتحقيقها من أجل إنجاز هذا التقرير نعم علاقت صعوبات من الحكومة لأن الحكومة حاولت إفشال المؤتمر الصحفي الذي قامت به المنظمة أرسلت أناس قاموا بالتشويش على المؤتمر الصحفي لأنها لا تريد أن تخرج هذه الحقائق وحينما أتوا هذه الأشخاص اللي يقوم بهذا المؤتمر الصحفي قامت الحكومة الموريتانية باستدعاء داراكي والذي تنصت على هاتف السناتير محمد الغد وقامت باستدعائه ومحاكمته لكي تقول للمنظمة أنها تعمل أشياء تدعم الغانون في الموريتاني وهي حقيقة مجرد سياسة طيب ما الذي تخشى منه الحكومة الموريتانية إذن ما دامت كانت ربما خائفة من كشف ما جاء في هذا التقرير ما الذي تخشى منه الحكومة الموريتانية حكومة الموريتانية في وضع سيء لأن الحكومة الموريتانية حينما تقوم بزز سناتير له حصانة دبلوماسية في السجن وتتنصت على هاتفه فإنها تنتهك القانون حكومة الموريتانية حينما تقوم بزز إذنين من النشاطاء الحقوقيين في السجن منذ سنتين في سجن نائي بدون محاكمة فإنها تنتهي القانون حكومة الموريتانية حين يبرئ القضاء المسيء المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم يبرئه القضاء فتتحفظ أي الحكومة الموريتانية فإنها تخالف القانون الحكومة الموريتانية حين تعتمد عفو عن أشخاص ارتكبوا جرائم حق الإنسانية فإنها هنا تنتهيك القانون سيد يونس مشاهد رأيك في هذا التقرير ورد الحكومة عليك أنا تبعت التقرير وتبعت حتى المناقشات التي كانت بين سواء الممثلين هذه المنظمة الدولية أو كذلك مسؤولين أو مشطاء في موريتانيا وهذه مسألة ليست جديدة لأنه عادة هذه التقارير الدولية تنطلق من معايير من مقاييس دولية لا تأخذ بعين الاعتبار بعض المرات القروف والسياقات والتشابكات السياسية والتدخلات وهذه أيضا طبيعية في كل البلدان إذن عادة ما يكون هذا هو النقاش وهذا هو الجدل من جهة الدول أو الحكومات تحاول أن تبرر تبقى انطلاقا من سياقاتها والمنظمات عندها معايير ومقاييس اللي هي مضبوطة لكن اللي لا بد أن يحصل هو أنه لا يمكن أن نرمي بكل هذه التقارير ونعتبر أن كل ما جاء فيها هو مجرد تحمل هذا غير صحيح أعتقد بأنه يمكن أن تناقش ممكن أن تناقش وطبيعي أن تناقش هذه التقارير لأنه ليس كلامها منزلا ولكن في نفس الوقت فيها أشياء وفيها حقائق للا بد أن تأخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومات وهذا أمر جاري في عدد من الدول سيد عماد الدين هذا الاعتراف لرئيس بعثة المنظمة في موريتانيا إيريك غولشتاين عندما يقول أن رجل الأعمال محمد أبو عماتو هو معارض يمول ألا يؤثر هذا على صدقية هذا التقرير نعم أولا تحية لكي ورديوك الكرام والمشاهدين الإشكال في هذه المنظمات الدولية أنها دائما تختار في توقيت ما تختار تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية في توقيت معين توقيت من يخدم هذا التقرير؟ لماذا هذه المنظمة الآن اهتمت بموريتانيا؟ ولماذا تقول كلام يعرفه كل الموريتانيون؟ يعني الموريتانيون لم تأتي بجديد بالطبع هناك تدافع اجتماعي داخل الشعب الموريتاني هناك تحول في السياق الاجتماعي في موريتانيا هناك تحول ديمقراطي ناشا في موريتانيا لكن موريتانيا لها خصوصياتها بالطبع هناك قضايا في حقوق الإنسان قضايا عرقية قضايا العبودية مثلا تقريبا كل ثلاث أربع خمس سنوات تطرح على موريتانيا قضية العبودية وقضية الرق وأن الرق ما زال موجودا في موريتانيا وأن قضية العنصرية موجودة في موريتانيا وما إلى ذلك لكن المنظمة تشير إلى أن موريتانيا جرمت هذه ظاهرة في 2007 وتم إلغاؤها في وقت سابع أيضا هناك تحول ديمقراطي وإن كان بطيئا هناك تحول ديمقراطي هناك انتخابات هناك تسطور هناك مجلس نواب يعني لا يجب أن نرى موريتانيا اليوم وكأنها دولة رجعية أو دولة ديكتاتورية بينها قوصين أنا ما أرى في هذا التقرير أولا تدخل في الشأن الداخل الموريتاني لكن هذه المنظمة ربما تصدر تقارير بالنسبة لجميع الدول في العالم نعم 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 لكن في هذا التوقيت ما معنى هذا التوقيت؟ في هذا التوقيت الآن موريتانيا تبحث على استقرار سياسي هناك مشاكل اقتصادية خانقة على الدولة الموريتانية في حاجة إلى الاستقرار السياسي هذا التقرير يؤجج يعني ويريد تغيير الموازين السياسية على الأقل ولذلك كانت الحكومة الموريتانية في تفاعلها مع هذا التقرير واضحة القضية ليس في تكذيب ما ورد في التقرير لكن تساؤل ربما حول توقيته والغاية منه في هذا الوقت نعم ولماذا هذه المنظمة المعروفة في بلدان أخرى بتقاريرها يعني وإن كان هناك واقع اجتماعي هل هي مدفوعة دفعا من طرف ما حتى تؤثر على استقرار موريتانيا هذا ما تريد قوله؟ على الأقل هناك ضغوط دولية وأجنبية لإيجاد نوع من العدم الاستقرار السياسي داخل موريتانيا لا أعتقد لا أعتقد لا ليست هناك ضغوط إذا كانت ضغوط يجب أن تكون هناك ضغوط من أجل استقرار موريتانيا بطريقة أخرى لأن الحكومة الموريتانية اليوم مقدمة على مرحلة تحاول نحن مقدمة على انتخابات 2019 وهذه الانتخابات الرئيس لا يحق له أن يترشعها وبالتالي كانت الحكومة منزعجة جدا لأن التقرير جاء في وقت حرج بالنسبة لها لكن التقرير كان مبرمجا كان مبرمجا لكن اللحظة اللحظة التي تافهة هي لحظة عابرة لأن موريتان ليس لعلاقة بالوضع الداخلي مجرد حقوقيين ومنظمات أترح عليك نفس السؤال الذي طرحته على سيد عماد الدين أن يمول رجل أعمال معروف بمعارضته لنظام الموريتاني مثل محمد البوعماتو أن يمول هذه المنظمة ألي أثر ذلك على صدقية تقريرها أنا لا أعتقد أن محمد البوعماتو هو الذي يمول هذه المنظمة لا يعني باعتراف إيريك قولشتاين وهو يعني رئيس ممكن يكون ساهم في تمويل هذه المنظمة وهذا طبيعي في رجال أعمال آخرين يساهم في تمويل هذه المنظمة يعني يمول يمول بعض جهات المعارضة في موريتانيا يعني هناك العديد من التساؤلات والاستفاهمات هذا قد صحيح المعارضة الموريتانية هذا الرجل الرجل لأعماله هو الذي مول انتخابات الذي فاز بها محمد عبد العزيز وابن عمه وهو الذي مول كل حملاته لكن تغير الموقف الآن لأنه هو معارض ويتهمه بكل شيء لا القضية ليست هذه القضية أن موريتانيا فيها مشاكل تتعلق بإرث إنسان بقيض وبالتالي يجب أن تكون الأمور واضحة لا يجب أن نستخدم دائما سياسة نعامة ترضم رأسها في الرمال لكي لا ترى الحقيقة أمامها هناك حقيقة أن هناك مشاكل هل لم تنتهي العبودية من موريتانيا اليوم؟ حتى إذا كانت انتهت هناك مخلفات هناك بقايا العبودية التي تشبي العبودية هناك بقايا اقتصادي هناك بقايا الجهل هناك بقايا الناس التي كانت تمارس عليها هل هذه سياسة معتمدة؟ لكن الدولة لها دور يجب أن تقوم به دولة هي الرعية لهذا المجتمع لها دور أن تقوم به هل هي جرمت العبودية؟ لا القضية ليس القضية القوانين القوانين سنت من زمن بعيد ولكن لم تقير شيء القضية يجب هناك يكون هناك تمييز يستهدف هذه الطبقات المهمشة هذه الطبقات التي تعاني من الجهل تعاني من الإلقاء تكون هناك مدارس تكون هناك تدريس عنائة فقط القوانين لا تحل مشاكل الرقب ربما ثقافية تربوية أكثر من هي مسألة قانونية سيد يوسف جاهد هل تتفق مع مقاله السيد عماد الدين الحمروني بأن هذا التوقيت للتقرير مريب وأنه قد يريد التأثير على استقرار موريتانيا في هذه اللحظة الحساسة أنا بصراحة ليست لدي معطيات حول هذا الأمر بمعنى أن هل هذا التوقيت مريب أم لا ولكن بصفة عامة هذه المنظمات الدولية لها أجندات لا يمكن أن نقول بأن هذه المنظمات الدولية تشتغل بمعايير موضوعية ألف في المئة وعلى أنه ليست لها رأسية سياسة ما هي مصلحتها سيد نسمي جاهد بصفة عامة هي تابعة هي تابعة للممولين تابعة للممولين وللبلدان التي تمولها ولها أجندات مختلف هذه المنظمات الدولية بمعنى ولكن لكن الكنتشتاين نفسه قال في تصريحات بأنه لا أحد يملي شهودا على المنظم هل هذا يعني أن كل ما جاءت به خاطئ أنا أعتقد وهذا النقاش حصل عندنا في المغرب وفي عدد من البلدان لا بد للمنظمات الوطنية لا بد للحكومات لا بد للأحزاب السياسية أن تعالج المشاكل المطروحة حتى لا أقول أحتى لا تترك لهذه المنظمات القدرة على التدخل هذا سيستمر وسيتواصل لكن هناك مشاكل حقيقية في عدد من البلدان ومن هذه المشاكل تتدخل هذه المنظمات الدولية ربما تبالغ أو تخرج الجدل عن سياقه بأن الحقوقيين ليس لديهم مجال للعمل في موريتانيا هذا هو ربما موضوع هذا التقرير أساسا لا أعتقد مئة في المئة أنا قرأت هذا التقرير فعلا هناك ملاحظات لكن فقط منظمة وحيدة هي التي ربما لم تمنح لها الرخصة هناك منظمة لمحاربة الرق وهي لها رخصة بمعنى أن الأمور نسبية لا يعني كما قلت لا يعني على أنه ينبغي أن نرمي كما يقال الماء مع الجنين هذا ولكن هذه إشكالات الآن نحن أمام إشكال سياسي ليس حقوقي إشكال سياسي حقوقي كيف ينبغي أن تتعامل الحكومة الموريطانية والأحزاب السياسية في موريطانيا وهذا ليس مع هذا التقرير مع كل التقرير التي ستأتي ينبغي أن تنقلك مناعة لدى البلد هو في ضغط إيجابي يعني انتخابات الرئاسية القادمة والتحول السياسي والانتقال الديمقراطي هذا ضغط إيجابي يعني تقول انتقال ديمقراطي هناك من يرى العكس يقول بأن موريطانيا تذهب نحو ربما مستقبل أكثر ظلاما وأحلك حتى الآن مجهول يعني لا أقول مجهولا ولكن هناك بعض الخطوات وقعت بعض الخطوات وهذا يعود إلى الداخل الموريطاني يعني لا يجب أن نرى المشهد السياسي الموريطاني ما نرى المشهد السياسي بالمغرب الأقصى مثلا لا مقارنة هناك ظروف موضوعية تعطينا ولكن إذا قارننا على نسبة 20 سنة وراء نرى أن الوضع الموريطاني الآن أفضل من 10 سنوات وراء فبالتالي هذا هو تحول بطير هذه المنظمة طبيعية هناك ملاحظات إيجابية تخدم المجتمع المدني الموريطاني ولكن القراءة السياسية تقول أن هذه المنظمة اختارت توقيتا ما لإستراتيجية معينة نتوقف للتذكير بأبرز عنوين هذه الساعة المغاربية مشاهدين